مصر تستضيف أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية في المدة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من ديسمبر الفين وتسعة عشر وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الأفارقة يجتمعون بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قضايا الأمن والسلم بقارة إفريقيا ترأس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاجتماع العادي الثاني عشر لللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة وذلك في ختام أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن وقد بدأت وقائع الجلسة الابتتاحية لاجتماع الوزراء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا العنف والإرهاب وجنود حفظ السلام بإفريقيا وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها وألقى السفير إسماعيل شيرجي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن كلمة أشهد خلالها بتنظيم جمهورية مصر العربية للاجتماعات على أراضيها وعلى حفاوة الاستقبال التي لاقتها الوفود المشاركة كما أكد على أهمية النتائج والمناقشات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات في دفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك وحل النزاعات ومواجهة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وخلال كلمته نقل الفريق أول محمد زكي لوزراء الدفاع والوفود المشاركة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الإفريقي وترحيبه بهم في بلدهم الثاني مصر مشيدا بالجهود التي بذلها الخبراء في اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية للخروج بالتوصيات التي تمت مناقشتها في اجتماع السادة رؤساء الأركان والتي تم إقرارها اليوم في اجتماع السادة وزراء الدفاع مؤكدا على أن كافة المشاركين بالاجتماعات حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وأعرب القائد العام عن تطلعه إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة للاجتماع والتوسع في الشركات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتفق مع مستوى التحديات التي تواجه إفريقيا وذلك لتسريع الخطى على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب القارة وقام القائد العام وزراء الدفاع والأمن الأفارقة بجولة تفقدية لمعرض الأسلحة والمعدات التي صنعت بأيدي وسواعد مصرية خالصة واستمع القائد العام والوزراء إلى شرح مفصل تضمن الإمكانات الفنية والقتالية التي تتمتع بها الأسلحة المصرية المشاركة بالمعرض وكان القائد العام للقوات المسلحة قد التقى على هامش فعاليات اجتماع اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية بوزراء دفاع كل من الصومال وتشاد وجنوب السودان وكينيا والكاميرون كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة برؤساء أركان كل من موريتانيا وبوركينفاسو وزنبيا وليسوتو تأتي تلك الاجتماعات في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإفريقية وإيمانها الكامل بأن القارة الإفريقية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات وصولا لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها وتثبيت دعائم التنمية المستدامة